بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله في مجلسنا هذا وفي جميع مجالس المسجد الحرام الذي نجلس فيه إن شاء الله لنتدارس الخير وقد يفكر بفضل الله تعالى مسؤولون في المسجد الحرام في موضوعات تعود على الأمة بالنفع وخاصة إذا كانت الحاجة ماسة لمثل هذه الموضوعات فقد أعطونا اليوم موضوع الوسطية والاعتدال في الإسلام ومعالجة التطرف والغلو موضوع الوسطية والاعتدال في الحقيقة موضوع مهم جدا وخاصة في الأحوال الحاضرة التي يراد فيها تشويه وجه الإسلام أكثر من أي وقت مضى فجزى الله والمسؤولين وعلى في المسجد الحرام وعلى رأسهم معالي رئيس شؤون الحرمين معالي رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حفظهم الله جميعا فقد فكروا في هذا الموضوع لأن الموضوع مهم جدا لهذه الأيام خاصة أو في هذه الأيام خاصة التي فيها قد أضل الناس واجتعالوا الشباب كثير منهم أن الإسلام الخالص وخاصة أولئك الذين يعيشون في الخارج في الحقيقة من عداء الإسلام فهم في الحقيقة أنشتوا الناس إلى تشويه وجه الإسلام الناس ولا شك أن هذا الموضوع مكلف به عدة مشايخ حفظهم الله يتناولون الموضوع من جوانبه المختلفة وأنا أريد أن أخذ جانبا من الجوانب أرجو أن أكون موفقا في إثارة الجانب الذي وريده وهو بيان محاسن الإسلام ووسطيته وأفضليته وخيريته لأن الوسطية بمعنى الخيرية والأفضلية أيضا فأقول وبالله التوفيق أستعرض أولا خيرية الإسلام وأنه أفضل أديان للأعالم وكيف لا يكون وقد اختاره الله تبارك وتعالى أن يكون آخر دين وأفضل دين إلى يوم القيامة ناسخ للأديان كلها فخيرية الإسلام وتعاليمه على ما في أيدي الناس لا شك فيها أفضلية خيرية الإسلام أو أفضلية واجبات الإسلام وجميع ما يتعلق بالإسلام على الأديان عامة أولا بإثبات حفظ الله لهذا الدين وتكفله له ثم أذكر بعض الوقاع والمسائل التي يدخل من قبلها آداء الإسلام في تشويه سمعة الإسلام والدعايات الكاذبة الموجهة في الحقيقة إلى الإسلام كانت تعمل عملها في كل زمان وكما اشتهر أن هؤلاء الكذبة يقولون إذا أردت أن يصدق كذبك فاروه في كل مكان فالآن الإعلام في أيديهم يكذبون على الإسلام وعلى المسلمين ويسفونهم بعوصاف الإسلام والمسلمين منهم براءة على كل حال فالدعايات الكاذبة في الحقيقة قصدها أو القصد منها تنفير الناس من الإسلام والمسلمين ويكون فريستهم في الحقيقة أبناء الإسلام أولا الذين يعيشون في بلاد الكفر ولا شك أن هناك عددا كبيرا من المسلمين يسكنون في بلاد الكفر وعلى نظامهم ونظمهم لا يقدر الآباء أن يسيطروا عليهم بما يريدون من تعليم الدين فالكل حال أبناء الإسلام الذين يعيشون في بلاد الكفر إما يقامة دائمة هناك أو الذين يبتعثون وهذا جانب كبير جدا في الحقيقة ندو الله تبارك وتعالى أن يهيأ لدول الإسلام من أمرها رشدا حتى لا تحتاج أن تبتعث في الخارج أبناء الإسلام والمسلمين لأنهم يجدون فرصة لغسيل أدمغاتهم ولزرع الحقد على الإسلام والمسلمين في قلوب كثير منهم فالذين يبتعثون للدراسة عندهم ثم أعمتوا الناس والمسلمين في بلاد الإسلام وهم في الحقيقة المسلمون يقبلون ما يرمون إلينا من أفكار خاطئة بفكر إنهزامي هذا له معنى لجهلهم بمناقب دينهم وأقول الإسلام كله مكارم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق وهؤلاء الأعداء حينما كانوا يأتون عندنا في الأندلس وفي قرطبة وغيرها ليدرسوا من المسلمين العلوم التي اخترح المسلمون من الطب وغيرها كنا نعلمهم الخير والفضائل وبها كانوا ارتفعوا في بلادهم ولما جاء دورهم فهم في الحقيقة يوذوننا في ديننا ولأجل ديننا ملكنا فكان الأفو منا سجية ولما ملكتم سال بالدمي أبطحوا وينبغي أن نتكلم أولاً أو نعرف على الوسطية بما أرف به أهل اللغة أو بما أرف به أهل اللغة ثم بما طلح عليه في العصر الحديث وحسب علمي لم تأتي كلمة الوسطية بالمان المستلح في هذا الزمان في كتب اللغة حسب علمي لم تأتي كلمة الوسطية أو لفظة الوسطية نفسها بهذا المان في كتب اللغة والأصل أن الوسطية نسبة إلى وسط ومادة وسطة أو سينة قال اللغويون أنه ما بناء صحيح يدل أو بناء صحيح تدل على هذه المادة على العدل والنصف وأعدل الشي يقولون أوسطه ووسطه وفي لسان العرب قال وعم الوسط بسكون السين فهو ظرف لا اسم إذا قلنا بفتح السين فيكون اسما أما إذا قلنا بسكون السين فيكون ظرفا لا اسما جاء على وضن نزيره في المان وهو بين فتقول جلست وسط القوم أي بينهم ومنه قول سوار بن المضرب إني كأني أرى ما لا حياء له ولا أمانة وسط الناس عريانا وكلمة وسط بفتح السين لها معاني من معانيها أنها اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه لما بين طرفي الشيء وهو منه فتقول قبضت وسط الحبل وكسرت وسط الرمح وجلست وسط الدار ومنها تأتي الكلمة صفة بمعنى خير أو أفضل وأجود وهذا المعنى الذي أريد أن أتكلم بمناسبته في هذا الموضوع فأوسط الشيء أفضله وخياره ورجل وسط ووسيط رجل حسن ووسط الشيء أعدله وله معاني أخرى أيضا وبمعنى الخير والعدل جاء في قوله تعالى جاءت هذه الكلمة في قوله تعالى وكذلك جعلناكم وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهاداء للناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وسطا أي عدلا وخيارا كما فسره الزجاج في معاني القرآن وذكر ابن كثير عن ابن أباس رضي الله عنه في قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون أي أعدلهم وخيرهم وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا يقول قال الله تعالى إنما خولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة الشهاداء للأمم لأن الجميع معترفون لكم بالفضل والوسط هنا الخيار والأجود كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا أي خير العرب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أي أشرفهم نسبا ومنه الصلاة الأسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر هذا كله كلامه ابن كثير رحمه الله كما ثبت في الصحة ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خسها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فديننا وسط خير من الخيار لا غلو فيه ولا تطرف ولا حرج ولا ضيق على المسلم ولا ضيق فيه على المسلم في أداي واجباته فاستعرض أيها الأخ المسلم تيسير الإسلام في أموره حتى في مسائل الأقيدة قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرها بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم أذاب عظيم يعني إذا كان ألجأ الإنسان والطر أن يتكلم اضطرار أن يتكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه وهذا يدل على أفضلية هذا الدين الذي لا يجبر الإنسان على ما لا يقدر عليه وفي مسائل التكليف استعرض من الأذو والغسل والتيمم وكذلك الصلاة وأركانها وواجباتها والحج والصوم والزكاة كم فيها من مسائل التيسير على العبد والأصل فيه قوله تعالى فاتقوا الله ما ستاتم وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى أذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون من هم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبايث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كما قال تعالى ليس على الآمى حرج ولا على الآرج حرج ولا على المريض حرج وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الله قد رخص في مسائل كثير لعباده إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه وإن الله تبارك وتعالى لا شك أنه وضع مسائل كثيرة قد لا يحتاج طيق الإنسان ورخص لهم في وضع في موضع المشقة أن أشياء لا يقدرون عليها ولذلك جاءت القاعدة من القواعد الوصولية المشقة تجلب التيسير فمن وسطية وخيرية الإسلام أنه يراعي النفوس ونفسياتها لا يحل لمرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث وخيرهم الذي يبدو بالسلام فانظر إلى هذا الجانب أن الإنسان لا شك أنه من لحم ودم وقلب قد يتأثر بالخلاف مع أخيه فإذا قيل له في أول لحظته استلحوا ربما لا يرضى فيترك حتى يخف وطعته غضبه في اليوم الأول في اليوم الثاني ويجب أن ينتهي في اليوم الثالث وهذا يدل على أن الإسلام دين الفطرة دين أنزله الله تبارك وتعالى الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نعم كذلك قال الله تعالى لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها وأحل الزين والطيبات فمن وصف فمن وصف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائض وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل يا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل لآيات لقوم يعقلون جاء ثلاثة رحت إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالإسلام لا يقبل التطرف ولا يقبل في الحقيقة الغلو ويجب على المسلم أن يكون على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة التي فيها القصد وفيها التوسط وفيها كل خير جاء ثلاثة رحط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا به كأنهم تقالوها ظنوا أنها أن هذه العمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي الخارج يرون حالته صلى الله عليه وسلم من العمل كأنهم ظنوا أنها قليلة فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ما تأخر قال أحدهم حديث مشهور معروف أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفتر وقال الآخر أنا عاتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأسلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني كذلك نقول أن الإسلام دين الفطرة يرأي غرائز الإنسان في كل ما يحتاج إليه الإنسان لكن بما ينفعه ويسلحه لا أنه يتركها تعيش أي غرائزها تعيش كما تساء لأن الله تبارك وتعالى هو الآلم ما يسلحه يجب على المسلم أن يؤمن أن الله هو العالم بما يسلحه هذا الإنسان وما يفسده أحل الكسب الحلال وأوجب الإنفاق الحلال نهى عن الكسل والبطالة والرحبانية وقتل علاقات عن الدنيا قال الله تعالى ورحبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم وينهى عن كل شيء يضر نفسه وغيره من المآكل والمشارب والمناكة بل إذا قصر الإنسان قصر المسلم في حق الله غير الشرق فالأمر أهون بما إذا قصر في حق عباد الله أزوجل وليس ذلك إلا أنه الإيمان والإسلام ينشران الأمن والسلم في العالم إلى آخر ما يمكن أن يحصر من محاصل الإسلام ما أحل الإسلام شيئا وفيه من فات الدنيا والآخرة وما حرم شيئا إلا وفيه مضرة للعالم كله في الدنيا والآخرة يعرفه كل عاقل فيجب علينا أن نربي أنفسنا وأولادنا على معرفة ديننا ومحاصنه ونفتخر به نقول نعرف أولادنا محاصن ديننا وحتى لا تجتالهم الشياطين الإنس والمفسدون في الأرض ونحن نعيش في عالم لا يعرف العدو فيه العدل والإنساف عالم كانت ولا تزال القوة والقوة هي التي تفرج أفكارها الباطلة على الناس وليست الدعايات الكاذبة التي توجه إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى دين الإسلام عامة وإلى أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله من قبل الروافض والذين أخذوا منهم من العداء فيلوكون لقمتهم الممذوغة فليست هذه كلها إلا امتداد إلا امتداد لما كان عليه الكفار من قبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف وكذلك في الحقيقة كانت أقوام الأمم عامة كانوا يوجهون إليهم التهم لما جاءهم الأنبياء بالحق والدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بين قريش والعرب بالصادق العمين ولكن لما جاء أبي الدين الحق وجهوا إليه تهما كاذبة قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين وقالوا شاعر نتربس به ريب المنون وقال الذين كفروا إن هذا إلا يفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتمل عليه بكرة وعصيلا وتوجهوا إلى أمهات المؤمنين تهم تقشر منها الجلود أجهت إلى صحابة رسول الله الذين عن طريقهم جاء القرآن والدين كله أجه التهمة أنهم كفروا بالله بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا أربع وأنهم غصبوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم من قوم يحسبون من المسلمين وهم بتحمتهم هذه يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عن طريقهم جاء القرآن عن طريقهم جاءت السنة عن طريقهم فيمن الدين فيريدون أن يكفروا شهودنا وعذوا لنا حتى يهدموا أو يتسنى لهم أن يهدموا الدين كله هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أجهت العيثمان رضي الله عنه تهم وتلوك هذه التهم حتى بعض من يعرى بالمفكرين ينبغي أن تعرف أن هناك فئة العلماء الذين عندهم علم الدين الخالص وفئة المفكرين الذين يطيرون في الهوى ويأتون بأفكار هي بعيدة عن الدين الخالص فتلوك التهم التي ونحن أمامنا وبين أيدينا كتبهم هذه التهم المفكرون الذين تعاموا عن النصوص الصحية التي تدافع عن الخليفة الحليم الراشد وإن الحق والباتل متسارعان إلى يوم القيامة ولكن لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذرهم وقد أنزل الله للناس الكتاب وهو الميزان الأوفى للإسلام ويشمل كتابه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزاما على قول الله أزوجل ومن يتعي الرسول فقد أتا الله وقال أعطيه الله وأعطيه الرسول في آيات كثيرة التي تأمر باتباع الرسول والسنة أيضاً والسنة وحي أيضاً من الله أزوجل وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحيوها لا يفهم كتاب الله إلا بها وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ونحن نؤمن أن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام ديناً ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ونؤمن أن الله أزوجل قد أكمل هذا الدين حيث بشر المسلمين حيث بشر المسلمين في أعظم يوم أو في يوم عظيم يوم عرافة اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كتاب أنزل الله كتاباً كاملاً لجميع ما يتعلق به شؤون الإنسان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ولما أراد الله أزوجل أن يكون دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين المرتضى إلى يوم القيامة تكفل بحفظه قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فقد حفظه الله تبارك وتعالى من كل زيد ونقص وكذلك لما كان القرآن لا يفهم إلا بالسنة وبفهم السحابة رضوان الله علي مجمعين وألا منهجهم حفظ الله السنة وآثر السحابة أيضاً للأمة فقد علمت الدنيا كلها أن علماء الأمة سحابة ومحدسين وعيمة وعلماء آمة قد قاموا بإفض هذا الدين وأفقوا في هذه السبيل في تحقيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقوا إلى قوائد علوم هي أقصى ما تقدر أن يسل إليه الأقل البشري في حفظ أي علم أو في حفظ العلوم والصحف والوثائق وجعل الله فهم السحابة ومنهجهم في فهم الدين أصلاً من وصوله الإسلام وهذا الأمر نوكد على الناس عامةً لأن تأويل الإسلام تأويل الأقائد وتأويل الإبادات على غير فهم السحابة هو الذي فرق المسلمين أيدي سبا وصاروا شزر مذر وصاروا فرقاً حتى وصلوا إلى ثلاثم وسبعين فرق والله والمستعن فيجب على المسلم أن يفهم كتاب الله وصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج صحابة رسول الله صلى الله على رسولنا ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى جاء الله فهم السحابة ومنهجهم في فهم الدين أصلاً من أصول الإسلام قال الله تعالى في حق نبيه في مواضيع كثيرة أطيعوا الله وأتيوا الرسول للأمر منكم وكذلك قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال في حق استحابة صحابة رسول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ففي هذه الآية قطعا ليس المقصود من المؤمنين إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن جبريل أي النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل وجبريل عن الله تبارك وتعالى فلا شك أن المقصود بالمؤمنين هنا هم صحابة رسول الله الذين اتفقوا على العمل به وكان منحجهم في الدين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيدة وعملا وسلوكا ثم الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين فهم إن شاء الله هم المؤمنون الذين يجب أن يتبع الناس طريقهم ومنحجهم ومن هنا لعلكم تقرأون في كتب أصول الفقه يجعلون هذه الآية دليلا على صحة الإجماع والإجماع لا يكون إلا من يكون على الدين الخالص إن شاء الله من علماء المسلمين ولا يظن النظان أن المقصود من هذه الآية جميع المؤمنين في جميع الآثار فإن هذا الظن خاطئ لا يمكن أن يكون حقا لأن المؤمنين الذين أمر الله به أن نتبع سبيلهم هم الذين كانوا على منهج واحد وأقيدة واحدة وسلوك واحد لم تجتلهم شياتين لاختلاف عن دين الله الكامل الخالص الذي كان خالصا من الشوائب التي ألحقت به وعما بعد صحابة رسول الله فقد اختلف المسلمون أو المؤمنون حتى ساروا فرق وأحزاب هذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق أمتي على ثلاثم وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل ما هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابه نحن معشر المسلمين من أركان إيماننا الإيمان بجميع رسول الله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فنحن نؤمن أنه يجب علينا تعظيم جميل أنبياء ما إيماننا أنهم متفاضلون لقول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ونؤمن أنه قد أرسل الله برحمته في كل قرية رسولة حتى تقوم الحجة على أهلها قال الله تعالى وإن من قرية إلا خلا فيها نذير وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا روابنا حبان في صحيحه في حديث طويل أنا بذر رضي الله وفيه قلت يا رسول الله كم الأنبياء قال مائة ألف ويشرون ألفا قلت أي رسول الله كم الرسل من ذلك قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفيرا قلت من كان أولهم قال آدم قلت يا رسول الله أنا بي مرسل قال نعم خلقه الله بيدي فهنا نريد أن نعرف من محاسن الإسلام فكم من الأنبياء نعرف أسماهم وكم من الأنبياء وأقوامهم نعرف أسماهم ثم من من الأنبياء الذين نعرف أسماهم والرسل الذين ذكروا عن طريق كتاب الله وصنة رسول الله هل نعرف من سيرتهم قليلاً أو كثيراً وإذا عرفنا من سيرتهم ما تدل عليه الآيات والأحاديث وهي المعتمدة أما روايات أهل الكتاب في هذا الباب فهي لا توثق بها لا يوثق بها وإذا عرفنا من سيرتهم شيئاً ما هل يمكن أن يكون مجموعة عاليمهم وصيرتهم التي عرفناها قدوة للعالمين أبداً هل يمكن أن تكون ما تذكر من سير الأنبياء نوح وإبراهيم وهود وصالح وإسماعيل وإسهاق وياقوب وكذلك إدريس وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل نتخذ أسوة لجميع شؤون الحياة سيرتهم أقيدة وأحكاماً وسلوكاً وأخلاقاً ومعاملات كلا يتكون هناك جوانب لا نجد من سيرتهم هداية وإرشاداً أبداً كما نجد في ديننا الحنيف وقد شهد القرآن الكريم أن أمم هذه هؤلاء الأنبياء كانوا يحرفون ويبدلون كلام الله ألا هواهم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضيه وقال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضيه ونسوا حظ مما ذكروا به ولا يعرف عن تاريخ مواليد الأنبياء والرسل ووقايا حياتهم إلا قليلاً مما ذكرها القرآن والسنة أما كتبهم المنسوبة إليهم فلا يثقوا بها وبما فيها حتى المحققون ممن ينتسبون إلى تلك الهديان ومن أقرب الأنبياء أهداً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام هو عيسى عليه السلام وقد كانت بلاد الكفر تدين بالقصص والخرافيات التي ذكرها النصارى واليهود في الأناجيل والتوراة كانت تدين بها ولكن لما حصل فيهم علم وتحقيق للمسائل تنسل الآن وقبل الآن بأكثر من مئة سنة أو أكثر تنسل من دين النصارى واليهود الأكثرون ومن تجول في بلاد النصارى يجد أن أكثر كنائسهم مقفلة بل هي معروضة للبي مكتوب على نواصيها للبي كما يعرف من حل في بلادهم وإن المرأة لا يستغرب حين يعلم أن يسى عليه السلام قد خفي على الناس من شؤون حياته ومعيشته بل هي أخفى من غيره من الأنبياء أكثر مما نعرف مع كونه أقرب أهد بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ذكر لنا وسمعته بلسانه شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله العالم السلفي الملم بأديان اليهود والنصارى قال لما كنت في أوروبا كتبت إلى سفارات الدول الأوروبية أسألهم أن عدد من يدينون في بلادهم بدين النصارى واليهود وهذا قد يكون قبل أكثر من ثمانين سنة فيما أتقمن فقال الشيخ فأجابت أكثر السفارات أنه لا يؤمن بها بدين النصارى واليهود إلا أقل من خمسة عشر في المية سبحان الله من الناس ألا ما في كتابهم المقدس وليس ذلك إلا لأن الأديان السابقة وهذا أظن أنه كان أكثر من قبل ثمانين سنة والآن ربما تكون النسبة أقل وقد ذكر لبعض من يسكن في أمريكا يقولنا أسأل من يشتغلون معي من على طبا وغيرهم أي دين أنت تتدين به قال أنا ملعون إن كنت أتبع دينا أكثر الناس هكذا يقول لا يعرفون الدين ألا كلها ليس ذلك إلا لأن الأديان السابقة لم يقدر الله الخلود لها يوم القيامة وغير معقول أيضا أن تكون هذه الأديان المختلفة كلها باقية على ما أنزل الله وفيها من اختلافات الشراء إلى يوم القيامة وتكون تتناحر البشرية إلى يوم القيامة هذا غير معقول فوجب أقلا وشرعا وجب أقلا وشرعا أن يكون للناس دين محفوظ يوحدهم ويجمع رؤوسهم على عبادة الله وعلى جميع شؤون الحياة وعلى هذا المستوى والمعيار لا يجد الباحث المنصف إلا دين الإسلام الذي جاء به خاتم الأنبياء والرسول محمد بن عبد الله قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما يجد الناس شخصية تكون أسوة وقدوة للعالمين كاملة متماثلة أمامهم إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وصيرته هما الذين ينبغي أن يكون قدوة للعالمين إلى يوم القيامة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه المتمثل في كتابه وسنة رسوله كما قلنا سابقا فالأسوة والقدوة التي يمكن للناس أن يتخذوها مثالا لهم يحتدون بحذبه ويقتدون به يجب أن يكون التاريخ الصحيح يصدقها ويسححها وأن تكون جامعة أي محيطة بأطوار الحياة وجميشونها وأن تكون كاملة وأن يكون الرسول القدوة قد عمل بما كان يقول وتكون أقواله وعماله محفوظة فأقول مرة أخرى ولا يجده الآلم كله على هذا المستوى دينا إلا دين الإسلام الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يبقى إلى يوم القيامة وقد شهد العاداء بأن الدين هو باقي دين الإسلام كما أنزل والفضل ما شهدت به العاداء وليس ما أنا قولي هذا أن الأنبياء الآخرين رحمة الله صلوات الله عليهم خلت صحائف تعليمهم مما كانت تحتاج إليها قوامهم لا شك أنهم كانوا يبعثون وكان النبي يبعثوا إلى قومه وتكون على قدر الحاجة تعاليمهم كانت شاملة لهم لكن بل أقول إن سيرتهم التي توجد الآن بين أيدي أممهم لا نجدها كاملة عند من يدعون الانتباه إلى ديانهم ولا يقدرون أن يدعوا أن التعاليم الموجودة الآن في كتبهم المقدسة هي التعاليم التي جاء بها أنبياءهم أما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية فكلها منضبطة انضباطا كاملا ما بيان سحيحها وضعيفها لدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد قيض الله له وعلى ما قد وقفوا أنفسهم لخدمة الحديث الشريف وحتى سكتاته صلى الله عليه وسلم مضبوطة ضبطا كاملا سبحان الله نعم روى البخاري ونبي هرينة رضي الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة انظروا سكتاته أيضا محفوظة كان يسكت بين التكبير والقراءة قال أحسبه هنية فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم بعيد بيني وبين خطايا إلى آخره وحتى شمائله وأحواله الخاصة به هي محفوظة بحفظ الله وإن عامة الناس ربما يأنف إن كانت له زوجة واحدة أن تتحدث هي عن جميع ما هذا الجانب ينبغي أن تحفظوها بارك الله فيكم من مزايا هذا الدين إن إن كانت له زوجة واحدة يأنف أن تتحدث هي عن جميع ما تراه وتجده في داخل بيته وبيتها من أحوال زوجها وحليلها وخليلها ولكن أفضل الخلق الذي جمي أحواله أسوة صلى الله عليه وسلم الذي جمي أحواله أسوة لمن بعده ولا يعمل أعملا حتى في داخل بيته إلا ما شرع الله له ويكون مشروعا لعامة المسلمين المتأسسين بأسوته كانت له تسع زوجات فكانت كلهن مأذونات من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بل ومأمورات أن يبلغن إلى أمته ما يرينه يعمل في داخل بيته حين يواريه جدران بيته ما أزواجه كن في إذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدثن لعامة الناس من وراء حجاب ما رأينا منه صلى الله عليه وسلم في الحجرات قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ولم يتوضى وصله ما هو كذا هذه أمور خاصة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هذه أمور خاصة فهل حرفت الدنيا رجلا يثق بنفسه أن يروى عنه كل ما يفعل حتى داخل حجراته مع أزواجه أو زوجته ولا يخاف قال تسه من أحد وراء عماله السرية وهذا أقدم كتاب وهو شمائل الترمذي قد ضبط ما ورد وروي في أحواله الخاصة صلى الله عليه وسلم في أبواب كثيرة باب ما جاء في حلية النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر شعره في ترجله شيبه خذابه كحله لباسه عيشه خفه أو حالة خفه ونعله إلى خمسة إلى إثنتين إثنتين وخمسين بابا آخره حجامته صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى كتاب الشفاء للقاضيات وتبقات ابن ساد وزاد المعاد فيما يتعلق بحدي النبي صلى الله عليه وسلم المفضل وكذلك آلاف الكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال ذاته وإذا كان المسلمون قد وفقهم الله تبارك وتعالى ليضبطوا الأحوال الخاصة بذاته الشريفة بهذه العناية فبا ظنك يا ساحي بالأمور الفرضية التي وجب عليهم أداوها من العبادات وغيرها خذوا عني مناسككم سلوا كما رأيتمني وسلوا ألا وريكم وضوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها وقال بلغوا عني ولو آية وقال نظر الله هم رأى أنسمى مقالتي فواعاها فأداها فرب مبلغ أو آله من سامة وكان اليهود يحسدوننا بشمول هذا الدين وكانوا يقولون إن نبيكم يعلمكم حتى الخراءة سبحان الله وقالت اليهود لعمر رضي الله عنه إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذناه عيدا نعم هؤلاء يحسدوننا على شمول ولا تمام ديننا إخواني قد ذكرت لكم مختصرا وخلاصة لما يتعلق بكمال هذا الدين وشموله وضبطه وحفظه من الله تبارك وتعالى ووسطيته وخيريته من بين أديان العالم كله على الإطلاق فأحربي هذا الدين أن يكون هو الدين الكامل هو الدين لكل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أو من ياتي بعده إلى يوم القيامة ونناشد كل من أراد رضا الله أزوجل مسلمين وغير المسلمين أن يتبعوا هذا الدين الكامل قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أتاني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقد ذكرنا قول الله أزوجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إخواني قد دلنا التاريخ الصادق الأمين أن الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال وهو الذي ينقذ البشرية التي تئنه من الظلم والاضطهاد إسلام محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أنقذ العرب الياهليين من ظلمهم واستبدادهم وقبايحهم وشنايعهم التي كانوا يرتكبونها فيما بينهم كانوا متناحلين متقاتلين يأكل القوي الضعيف بعصبية قبلية بغيظة وكان من مقولتهم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما وكان شعرهم وشعارهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات إذا ما قال برهانا كانوا غارقين في كل أنواع الغواية والضلالة ولكن العمل بهذا الدين المبني للوسطية والاعتدال هو الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور وإلى طريق مستقيم وذكر الله حالهم في جاهليتهم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين وكما ذكر الله تعالى وأمر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم آداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنيمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون وقد قدر الله للمسلمين أن يعملوا بدينهم فإذا عملوا بدينهم كان الله ماهم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وإن أعرضوا كما أعرضت الأقوام الأخرى فينالهم ما نال الأقوام الأخرى إلا أن أمة محمد مصونة من عند الله تعالى أن تهلك كلها دفة واحدة والأنبياء السابقين كانت أممهم كانت تهلك فلكن إذا أعرضوا عن دين الله وأن كتاب الله وصنة رسوله فسوف يكون الذل والخزلان من نصيبهم ويكون حليفهم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم نعم نصر الرئيل الأول من هذه الأمة دين الله أزواجل ففتح الله لهم قلوب العباد وبلادهم إخواني وقد ذكرت في أوائل كلامي أن آداء الدين يحاربون الدين الخالص وهم فئتان فئة تعرف الدين الخالص وكونه حقا ولكن حسدا وبغضا وإنادا لا يقبلون هذا الدين يعرفون هذا الدين كما يعرفون أبناءهم بتفاصيله يعرفون مانا لا إله إلا الله محمد رسول الله يعرفون الدين الخالص من بين هذه الفرق والصور الأديان المختلفة ولذلك هم يسرحون إننا لا نخاف إلا من الدين الوهابي هكذا والدين السلفي هكذا كما كان أسلافهم من كفار قريش كانوا يعرفون هذا الدين الخالص بمعنى لا إله إلا الله لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا إله إلا الله فساحوا وناحوا وقالوا أجال الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب هذه الفئة تحارب الدين الخالص ولكن تويد الإسلام الذي انظروا هذه كلها واقع الأمر تويد الإسلام الذي خلطوا فيها مخالفات ظاهرة واضحة للدين الخالص تويد القاديانية تويد الرفض والرافضة ودين النصيرية والباطنية والصوفية على علم منها ومنهم أن هذا الدين أو هذه الأديان أو هذا النوع من الدين يغويهم أن تنفيذ الدين الخالص الذي فيه حصوله رضى الرب لهم ولن يغلبوا علينا إلا إذا التزموا بالدين الخالص وهم يؤمنون بحقية الدين الخالص الذي كمل في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أذكر أنه قبل أكثر من أربعين سنة كنت قرأت مقالا في بعض مجلات لبنان مقابلة لوزير الحرب الإسرائيلي الذي كان أظن مشهديان تلك الأيام سأله السحفي إنك لتعلم أن نبي الإسلام قد أخبر أشياء تحصل في المستقبل وقد حصلت وصدق قوله وأقواله صدقت وإن نبي الإسلام يقول فيكم أيها اليهود لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود كما رواه مسلم وغيره فماذا قال وزير الحرب الإسرائيلي قال هذا صحيح وسيكون صحيحا ونؤمن هو يقول هكذا نؤمن أنه كائن ولكن ليسوا مسلمي ليسوا مسلمي هذه الزمان سبحان الله ليس هؤلاء المسلمين الذين في هذا الزمان ولا نحن بالذات هؤلاء ذرياتهم وذرياتنا وعما قبله فنحن غالبون ومثل هؤلاء في الحقيقة هؤلاء هم الذين يخططون لمنع انتشار الإسلام في زامهم بل يحاولون تدميره كل لحظة بدعاياتهم الكاذبة واتهامهم المسلمين والإسلام بالإرهاب وهم يعرفون أن الإسلام أبعد الأفكار وأبد الأديان من الإرهاب والفئة الثانية جاهلة مقلدة لمن حولهم في الحقيقة يتأثرون بالدعايات الكاذبة ويعادون الإسلام والمسلمين أنهم إرهابيون ولإسلام يظلم المرأة ولإسلام فيه حق لحظم المرأة وغيرها وغيرها من الحرب الإعلامية وهذا أمر واقع حرب إعلامية لصرف شباب المسلمين وغيرهم وقريبا أرسل لي بعض الإخوان قال إن امرأة من بلاد الكفر هؤلاء كانت أيضا تتكلم دائما على النساء في السعودية أنهن مظلمات وأنهن يمشين في الظلام مغطيات الوجوه وأنهن ممنوعات من أدنى حق سواقة السيارة وغيرها وغيرها وكانت تتكلم كثير وقدر الله أنها تاتي وتزور وتعيش في المملكة بعض الأيام فرجعت وانقلبت قالت الآن عرفته أن الرجال هناك مظلمون عندنا المرأة تعمل وتأكل من عملها وكذا وكذا وطول النهار وعندهم المرأة مثل الملكة في البيت والزوج هو الذي يكد ويتعب الرجال هناك مظلمون في الحقيقة هذا فنقول الفئة الثانية الذين على كل حال يكيدون للإسلام والمسلمين جاهلة مقلدة لمن حولهم يتعثرون بالدعايات الكاذبة ويعادون لإسلام والمسلمين أنهم يرهابون أمر واقع حرب إعلامية لصرف الشباب المسلمين وغيرهم الذين يريدون أن يمنعوا أبناءهم الذين يميلون إلى الدخول في الإسلام ونحن نعرف من محاصن الدين الإسلامي أنه دين الوسطية والاعتدال في كل شيء في كل تشريعاته ليس فيه ظلم ولا حيف لفئة دون فئة هذا الدين المحفوظ عند الله فيجب على الوالماء أن يبينوا للناس عامة محاصن الإسلام وأقترح أن تؤلف كتب سهلة الفهم في الحقيقة في مسائل مختلفة كثيرة وتوزع في العالم بلغات مختلفة لبياني أولاً لبياني أن الإسلام هو المحفوظ كما أنزل الله تبارك وتعالى وأن الإسلام هو الحل لكل نفس ولكل لحظة من لحظات الإنسان أنه هو الحل الوحيد لما تعانيه البشرية كما كان في كل زمان وليعلم الآلم كله وليعلم الآلم كله أننا نريد بالإسلام هو الدين الخالص المتمثل في كتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم عند عدم نصوص الشريعة متمثل في اجتهادات أئمة الإسلام وعلمائه واستنباطاته استنباطاتهم نعني بالإسلام الذي هو الوحيد الذي هو الوحيد لحل الوشرية أو لحل ما حل بالبشرية من الحرج والمرج والقتل والقتال هو الإسلام السلفي ولا نستحي من ذكر السلفي هو الإسلام السلفي على منهج سلفي العمة البعيد عن كل العقائد المستحدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم المنصوبة إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعني بالوسطية والاعتدال قبول فلا نعني بالوسطية والاعتدال قبول كل ما ليس يمتوه للإسلام بسله بل هو مما عملته أيدي الناس فلا مكان في الدين الخالص لعقيدة المعتزلة ولا لعقيدة العشائرة والماتريدية ولا مكان في الدين الخالص للتعصب المذهبي البغيض الذي جعل الناس لا يسلون حتى ببيت الله تبارك وتعالى ثمانية قرون عجاف على وراء إمام واحد كل واحد يسلي وراء إمامه لا مكان في الدين الخالص مثل هذا التعصب المذهبي من المتعصبين الذين اتخذوا من دون الله ورسوله وليجه لا يقبلون أمور دينهم إلا إذا جاء عن طريق الولايج والوسائط ولا في السلوك والتزكية نحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بكل هذه الجوانب العقيدة والفقه وكذلك السلوك والتزكية هو الذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم فلا نريد في السلوك ولا نعني بالدين الخالص في السلوك والتزكية لطرق مبتدعة لم ينزل الله بها من سلطان ولا برهان التجانية الرفاعية المرغينانية النقشبندية الجشتية القادرية وغيرها ولا مكان في الإسلام للبدع التي أحدثها الناس ولم يكن لها أصل ولا وجود في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ينبغي أن نعرف أن الإسلام أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فابدون فلا مكان في الإسلام للأحزاب والجماعات المختلفة لها أغراضها وأهدافها غير حدف العمل بالكتاب والسنة كل هذه الأفكار والمذاهب والعقائد والسلوك سبب لفرقة المسلمين يكيد بعضهم لبعض كما هو معروف ومجرب في تاريخ الإسلام وينبغي أن يعلم أن هناك دعايات تثار حول الإسلام ونظمه وأنا على يقين أن وراء بعض هذه الإثارات ناس ربما يكونون كفارا أو منافقين يثيرون على الشباب المسلم ليقوموا بالإفساد في بلاد الإسلام والمسلمين ويسحل لك فهم المسارة أيها الأخ المسلم أن عبدالله بن سبا اليهودي لعب بعقول شباب في خير القرون من هذه الأمة من الشباب الذين لم تقتحل أعينهم بنور النبوة حتى استشهد الخليفة الراشد الحليم وثمان بن عفان ضحية لدعاياتهم الكاذبة إن الأعداء لا تقر عينهم إذا رأوا المسلم في رغد من العيش أو هو آمن في سربه أو يكون هو آمنا في سربه ولا تقر أعينهم إلا أن يرواهم فقراء يتناحرون فيما بينهم فيثيرون بين الشباب المستاجرين الماجرين رقاق الدين وضعاف القلوب خلاف دولهم فيضل الشباب النصوص دينهم الذي يمنع الخروجها والفساد في الدولة في الحقيقة هذا كله لو اتحمنا أنفسنا فيه لكنا متهمين النقص من المسلمين أنهم تركوا أبناءهم يكونون فريسة لهؤلاء ولكنهم لو لازموهم لو كانوا ربهم على دين الله تعالى وعلى معرفة الدين الخالص لما عانت الدول الإسلامية مثل ما تعاني من فساد شبابها وكم أغرو الجهال وما هم المنافقون من الآداء المندسين في صفوف المسلمين على القتل والتفجير حتى قتل بعضهم أمه التي حملته كرحا ووضهته كرحا وارضعته وربته بكل تعب مشقة قتل أهباه وأخاه وكونوا لا ثقة أن الآداء لا يجدون فرصة لنشاطهم في الإفساد في بلاد المسلمين إلا إذا قام بالإفساد في داخل البلاد من أبناء البلاد وهم يرغبون فيه لأن أبناء البلاد إذا تناحروا فيجدون فرصة لعيش عار نار الحرب والقتال بتزويد كل الفئات والفصائل الأصلحة التي تنتهي صلاحيتها حتى لا تضيع مالهم فيبيعون على المسلمين على كل الفئات والأمر واضح لا يحتاج إلى تفصيل ويجب علينا أن نعرف مكايدة العادة كانت البلاد بمعزل أن تدخل الأجانب تونس وليبيا ومصر وغيرها سوريا لكن لما خرج هؤلاء النصوص الشرية على خروج الإمام هذا مهم جداً في الحقيقة ما وجدوا فرصة هؤلاء للتدخل فيها إلا لما كان أبناء البلاد هم الذين أثاروا الفتنة والفساد في داخل الدولة كانت بلاد هذه البلاد في أمن في جوانب كثيرة ولكن ما حصل خاصة ليبيا في الحقيقة يعني ما ظلم رئيسها بل كفره لكن ماذا حصل الآن ويحصل يتمنى الشباب الشباب ليبيا أن كان هو باقياً ذاك المقتول المخذول وقل مثل هذا في مصر وسوريا والعراق ما وجد العدو مدخلاً فيه إلا بعدما أثار أبناء البلاد واتفق هواهم ما هوى بعض المفق واتفق ما هواهم هوا بعض المفكرين دائماً أنا لا أسمي العلماء أسمي المفكرين من علماء الإسلام الذين أثاروا الفتنة وإن الإسلام دين السلم والإيمان من الأمن والإسلام فالمسلم مسالم والمؤمن يؤمن جانبه من الظلم ولا يرفع الإسلام السلاح إلا لنزع السلاح من المفسدين حتى تضع الحرب وزارها وصلى الله على خير الخلقين والله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيلا شكرا للمشاهدة المترجم للقناة